تعليقاً على السؤال اللي طرحته أنت أناس قبل قليل أظن أن الموضوع يتعلق بالتربية يعني أنا لاحظت أمر حصل معي شخصياً أنا لما كنت مدير مكتب نواب الحركة الإسلامية في الأردن في مطلع التسعينيات يعني قبل 32 سنة تقريباً كان يأتي عندي في المكتب شباب من شباب الإخوان من النوابغ شباب الإخوان الحقيقة طالب جامعيين بدرسوا طب وحدسه وكذا أشعر عندهم تململ فأنا أخذت يعني استراحوا لي فبدأوا يفضفظوا وجدت أنهم يشعرون بخيبة أمل كبيرة بسبب أنهم كانوا ينظرون إلى بعض زعامات الحركة الإسلامية على أنهم رموز كبيرة وطبعاً هنا هي إشكالية الرمزية ماذا يعني الرمز لك فلما رأوهم في الواقع العملي يعني بالأول هو كان يسمع به أو كان لا يراه إلا في محاضرة أو لا يراه إلا في خطبة جمعة مثلاً عندما احتك به لكن لما دخلوا مجال العمل السياسي وأصبحوا أعضاء في البرلمان وأصبحوا يختلطوا بالناس انكشفت نقاط ضعف عادية يعني هذه شيء طبيعي طبيعي نعم فأنا شعرت بأنه في خلل في مشكلة في طريقة التربية طب ليش إحنا هؤلاء نظن بهم كما نظنهم من جيل الصحابة مع أنهم بشر إخواننا زينا يعني لديهم نقاط قوة لديهم نقاط ضعف يجري عليهم ما يجري على الآخرين فإذا بتصير أنت في ممارسة واحتكاك حياتي عملي بصير في حالة من الإحباط والخيبة الأمل أنا أجيب على هذا أبو ناجي لو سمحت أيضاً هذه حاجة موجودة في النفس البشرية الإنسان الذي له منزلة من النظافة والطهارة والجودة الناس ترى عيبه الصغير كبيراً وقد ذكر الله لنا هذا في القرآن وذكره النبي صلى الله عليه وسلم في السنة فمريم عليه الصلاة والسلام لما جاءت بعيسى وطبعاً كان في بني إسرائيل زانيات ودعيرات كثيرات جداً لكن استنكروا على مريم لقد جئت شيئاً فرياً يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوئ وما كانت أمك بغية يعني استنكروا واستعظموا حتى أشارت إليه وبدأ يتكلم وجريج العابد لما اتهم خطأاً أو اتهم كذباً بأنه زن بالبغي من بني إسرائيل هدموا صومعته وجرجروه وضربوه وآذوه وعرضوه على البغاية فلما انكشف لهم حقيقة الأمر بعد أن أخبرنا بذلك أن نخس في بطن هذا الطفل فقال إن أبي الراعي فلان قالوا نعيد لك صومعتك بالذهب والفضة فقال لا أعيدوها كما هي فهذا دليل على أن الناس إذا توخت في إنسان خيرية معينة فإنها ترى من عيوبه الصغيرة شيء كبير ولذلك عبدالله بن مسعود لما شعر بهذا الأمر قال الحي لا تؤمن عليه الفتنة يعني وضع منهج لهذه القضية الحي لا تؤمن عليه الفتنة مشكلة ليست هذه مشكلة ليست أن إنسان ارتكب خطأك الصغير أخذ عليه مشكلة إذا كان هذا الرمز أصلا لا يستحق الرمزية من أصل هذه مشكلة أساسية هذا موضوع آخر بس الموضوع الذي أتكلم عنه دكتور سعيد هو الحقيقة يعني أنا عندي استفسار فيه أنه هل هو بسبب طبيعتنا كبشر فيما يسمى الآن بالشعبوية أم إنه هو أكثر من ذلك أننا في بعض الأوقات نبالغ في تمجيد القدوات ونعطيهم ونصل بهم إلى درجة الكمال ودرجة الكمال غير غير ممكنة هو هذه طبيعة بشرية في الأصل لكنها إذا لم تهذب بعلم النافع وبضوابط حقيقية فإنها تنمو وتزداد مثل خلايا سرطانية لذلك نظر بمثال الشافعي رحمه الله في لما كان في العراق بدأت حركة صوفية وبدأوا التغبير وهو التطبيل والرقص وكذا والشافعي قالوا حذرهم من هذا المسلك باعتباره مسلكا فيه خطأ وخروج عن المناعج فقالوا إننا راهم يفعلون ويفعلون أشياء خارقة للعادة قال لو رأيتمه يطير في الهواء أو يسير فوق الماء فلا تقبل قوله إلا بشاهدين من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم والجنيد أيضا الجنيد وهو سيد الطائفة عند المتصوفة يعتبر إمام أيضا تصدى لهذه الظاهرة بالذات وقال لا نقبل قول أحد بشاهدي عدل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهذا المطلب موجود في النفوس البشرية يعني أنها تشتاق وتعظم من تحبه لكنه إذا ضبط بمنهج صحيح وهذب وأيضا لا هذا الرمز لا يرفع فوق درجته لأنه عندما ترفعه فوق درجته فيقع منه الخطأ تنزله دون درجته أيضا وهذا خطأ كبير سمحتولي أضيف أنه إحنا يفترض أن الرموز يكون متعددة يعني كيف؟ يعني أنا أفرض واحد رمز داعية سرش برضه أنا أخذ ورمز في كل شيء رمز سياسي هذا رمز اقتصادي ورمز صحيح ونفس القصة بتنطبق على الدعاء يعني لأنه في للأسف عندنا في مجتمعاتنا عندما ترمز بتعتبر أنه الإنسان كامل كامل يعني حتى الرسول صلى الله عليه وسلم تعكله زيب أقول أخوانا النصري يعني لا ينطق عن الهوى عندما سأله سألوه عن الشجر وقال أنتم أعلم بشؤون دنياكم في قضايا التأبير النخل وما إلى ذلك فلا يفترض أنه الإنسان الذي هو رمز في بيئة معينة لنقول رمز كداعية أنه أنت تروح تحطه رمز في نقابة مهنية أو تحطه في برلمان مثلا قد يصلح لكنه ليس معنى كونه هو داعية أنه يصلح أن يكون سياسي أو كونه نقابي يصلح أن يكون داعية أو العكس وبالتالي كل بيئة لها رموزها ويجب أن نأخذ هؤلاء الرموز من هذه البيئة البيئة النقابية لها رموزها ولهم صفات والحقيقة البيئة الدعوية لها رموزها ولهم صفات وهكذا السياسية هذا هو بالضبط الأمر الذي يعني يشغلوني في قضية والتي تفضلت به أبو ناجي في قضية التربية وضرورة أنا سميت الوعي الوعي الجمعي الحقيقة يعني أنا أقلق لما أسمع مثلا دعوات أنه أين خالد وأين عمر وأين كذا ننظر مرة ثانية إلى الشخص هذا الشخص هذا النوع من الوعي وإن كان يطلب شيئا عظيما يعني لا شك أنه طلب واحد مثل خالد بن الوليد ولا عمر بن الخطاب رضي الله عنهما يعني هو أمر جليل يعني أضرل من طلب غيرهم ولكن هو يعبر عن نفسية تقبل بعد ذلك وصول المستبد تقبل بعد ذلك أن يكون الرمز يا أخي بدل خالد بن الوليد واحد يتشبه بخالد بن الوليد يعني عفوا نحن بالعراق مضلينا صدام وصدام وإلى الآن بعد موت صدام بثلاث عشر أربع عشر سنة ولا نزال نصيح صدام ولا القذافي مثلا ولا فلان ولا علان لأنهم يعني كانت عندهم مثلا بعض الشعارات وبعض الكلام الذين أطلقوه هذه إشكالية هذه تعبر عن عن مكنون فيه خطأ ويحتاج إلى نوع من التصويد الكلام الذي تفضلت به أبو أنس أنا الذي ذكرته في البداية رسام ممتاز شاعر رائع مغني صاحب صوت جميل لاعب كرة من أروع ما يمكن أصفه بذلك صفة وأعطيه حقه من الثناء في مجاله لكن ما بعدين أعتبره هو بعد ذلك ما يقوله من مواقف سياسية أو من مواقف أخلاقية أو من كذا هي أيضا تربطني وتحكم ذاك من العجائب دكتور أنس وكنت هاي دائما نذكرها في الخطب وفي أننا في تلفزيونات العربية لما يصير في رمضان والناس يكونوا صايمين وقيام والآخر يوم العيد يجيبوه لنا مين يوم العيد كشخصية ضيف العيد والآخر يجيبوه فنان يجيبوه فنان يوم العيد قال إيش يلتقي بالناس طيب أنت يحتفل معهم فهذه في مشكلة عندنا حقيقية والعيد يعتبر بريك مشكلة وهذه النقطة نقطة للعيد وناسة يعني مو عبادة في خلط في الأمور لكن أنا أعتقد المشكلة ليست هنا المشكلة في نفس النشاطاء الذين فعلا تصدوا لشيء من الريادة يعني خلك من الرموز المباثرين هنا وهناك مشكلتنا الأكثر خاصة في الحركة الإسلامية النشاطاء الذين يتصدوا للريادة سواء في العلم الشرعي أو في السياسة أو في الثقافة العامة هؤلاء هؤلاء ينبغي الحذر في التعامل معهم وينبغي الحذر من قبل الحركات الإسلامية في ترميزهم ويعني أنا تتبعت الموضوع لقيت أنه لقيت أنه هؤلاء الرموز لا ينبغي يعني غير الدين والتقوى غير الدين والتقوى والصلاح والعلم والمعرفة ناس كثير يعني فيما يبدو للظاهر أنهم فيما يبدو طبعا أنا نعرف ما في القلوب فيما يبدو أنها جيدة لكن غير ذلك هناك ثلاث إشكالات وهناك مجموعة من الأمراض التي يصاب بهذا الرموز ينبغي أن تستحضرها الحركة الإسلامية وتربي شبابها عليها حتى يحذرون إشكالية التجرد أن الإنسان حينما يحمل مشروع ينبغي أن يتجرد له ويخدمه وهذه موجودة حتى عند غير المسلمين النسان يحملون راية شيء معين يتجردون يتجردون بغض النظر عن مرجعيتهم ويأخذون قلوب الناس لأنهم فعلا مخلص لهذا المنهج المشكلة الثانية وهي تحتاج نقاش طويل لمشكلة التجرد وما مفهوم التجرد والفرق بينه وبين الإخلاص المشكلة الثانية هي مشكلة طول النفس يعني كثير من الرموز يظهر لأنه في حرية وفي مجال ما في اختبار وبله في ابتلاء ويظهر ويأخذ قلوب الناس أول ضربة ينهزم يلي تعد ينهزم وينكفر لا ينهزم ينقلب يعني مو مشكلة أنه والله التهمة تياما ماطلا 180 درجة بيقلب أو يعني يصمد في الضربة الأولى وينهار في الثانية نعرف واحد من الشايخ فصله من الخطابة ولا همه تكلم تكلم طلع بيان فصله من القضاء انقلب انقلاب ضدنا كل حنا يمكن يعرفها الشيخ أول مرحلة الثالثة يمكن يتحمل هذا يتحمل هذا ما يتحمل السجن وبعضهم لا والله يتحمل السجن فيه أعرف واحد سجن مرتين ولا ثبت ثبت قوي وعذب لما فتحت له الدنيا أصبح خادما عند الأمراء خادما عند الأمراء من شاء الله ما ليتها الآن بالمليارات ولا انقلب علينا انقلب حتى على منهج الشرعي نفسه صار من كبار لبراليين الإسلاميين والمشكلة الثالثة هي مشكلة المنهج الرؤية يعني منهج ورؤية انك انت تعرف منهجك من طلقاتك مرجعيتك تكون ثابتة ممكن اليوم لك اليوم والله مؤمن بال حديث الآحاد بكرة تقول له والله حديث لا عدد من نظر اليوم تؤمن بالبخاري بكرة تنقلب على البخاري اليوم تؤمن بتفسير بالتفسير المنضبط بالضابط الشرعية تفسير القرآن بالقرآن القرآن بالسنة القرآن بالقرآن بالقرآن باللغة العربية بكرة تقول لا والله تفسير مفتوح كلون يفسر على كيف تنقلب عليها او تنقلب على خطتك يعني انت رؤيتك رؤيتك الاستراتيجية مو الرؤية مو التفاصيل التكتيكية رؤيتك الاستراتيجية كيف تنظر للحكام كيف تنظر للوضع العالمي كيف تنظر تنقلب عليها خلاص حكام صاروا عندك خوش هوادم طيبين الاخري وله ليش لانه والله مصلحاتك تعرضهم مع هذا الامر فهذه الاشكاليات الثلاث غير مجموعة من الامراض يصابوا بها يصابوا بها الرموز مثل مرض النرجسية الناس تلقى ممتاز ثابت ومنهج منضبط ومتجرد الاخره لكنه في قضية التجرد يضرب في قضية النرجسية يعني يعيش ذاتها اكثر من لازم بعضهم عند لا يعمل إلا في المحيط الذي سمح له الحاكم ويمطط يمطط في الهامش الصغير إلى أكبر حد وبعضهم يفتل عضلاته على الضعيف ولا يقول ولا شيء على القوي يفتل عضلات الضعيف حتى لو كان الضعيف هذا معه في خندق على الأقل يشترك معه بعض أخوانا الإسلاميين يستعدون الظالم الذي هو أصلا يحارب الإسلام على بعض الإبراليين اللي هم متفق معاك في قضايا حقوق الإنسان وقضايا الظلم وقضايا لأنه والله إيش عندنا نظرة الإبرالية طيب تتركها الآن لأنه هذاك الحاكم أشد عداوة لك منه ويتكلم بالخطب وهذا ولا زوار السفرات وهذا ما تريد إيش الأخري فمجموعة من هذه السلسلة إذا ربيت عليها الشباب الإسلامي يستطيع يصير فيه نوع من الحذر في التعامل مع الرموز أفضل كثير من المظاهر اللي أشرت إليها الآن فعلا رأيناها تتكرر بعد نكسة الربيع العربي صح صح يعني صار عملية انكشاف مريع لنهزة كبيرة هزة ضخمة نعم يعني كم تعلق الناس ببعض الدعاء نعم وكان يضرب بهم المثل وتشد إليهم الرحال وتفرش لهم السجاجيذ الحمر وتفتح لهم الأبواب وإذا بهم ينقلبون على ما كانوا يدعون إلي بل ويتفوقون على الخصوم صحيح يعني عمر رضي الله عنه يعني عمر رضي الله عنه والكلام الكثير أو حتى قد يكون صادق لكن متى يكتشف الناس ومتى يكون الناس معادي الناس تحك بشكل حقيقي عندما تكون هناك هو يشوف فعلا كانت فتنة بالخير يعني بالمال وبالمنصب أو فتنة بالشكل أنا فعلا مع فكرة أنه ربما يكون صادقا لكن اللي بيحصل أنه هو كون مكتسبات تجمعت لديه مكتسبات لا يريد أن يخسرها أو يفرط به نعم صحيح فتصبح قضيته هي الحفاظ على هذه المكاسب قال له هالبرستيج في ناس يستمتع بالبرستيج ما يريد أن يخسر بعدين يخسر للبرستيج أنا عارف ناس يعني يموت في البرستيج وكان جميل كلام جميل قبل الفتنة قبل الفتنة الربيع كلام جميل وحلو كل شيء وثم لما جرب العربي قلص دوره قلص دوره حتى وجبر على يقام جبري هو ما سوى شيء ما حرب الحكام أصلا يعني الآن حتى في تاريخنا في نماذج يعني كم كان علماء في زمن أحمد محمد صحيح في عندك عشرات الألاف من بقي منهم طبعا ولكن لماذا فرز الإمام أحمد محمد وأصبح هو رمز الأمة وهو إمام أهل السنة وهو الذي كما يقال هو الفتنة التي قمع أو يعني وقف أمام الفتنة لأنه صمد وأصبح رمز للناس في وقت كان الناس يحتاجون إلى مثل هذا الوقوف وهذه الرمزية لذلك مهم جدا أنه أعتقد أنه في قضية الرمزية في عندنا الظرف التاريخي مهم جدا في عندنا البيئة مهمة جدا والشخص نفسه الذي يكون مستعد يكون رمز هذه سواء كان حتى في الجانب الإيجاب والجانب السلبي الناس ترفع وترمز في هذه الظروف كذلك في تاريخنا كثير من القادة قد يكونوا مهمين مثل صلاح الدين الأيوبي لكن الظرف التاريخي البيئة التي وجد فيها صلاح الدين في قصة القدس واحتلال القدس وتحرير قدس من الصليبيين رفعت من صلاح الدين حتى أصبح يقارن بين نقول خادم وليد وصلاح الدين الأيوبي هذه البيئة المسميها البيئة التاريخية والظرف التاريخي البيئة المحيطة والظرف التاريخي مهمة جدا في إبراز وصناعة الرموز بس الرموز هذه عفوا يعني ذكرتني بأمر فعلا مبالغ الأهمية عندما ندرس الرموز التاريخية للجيل للشباب لابد أن يكون حاضرا لدينا أن الله تعالى هو الذي قيضهم نعم الله تعالى هو الذي أعدهم الله تعالى هو الذي هيأ لهم لأنه في نموذج صلاح الدين الأيوبي رحمه الله كان مترددا في الأصل يعني كان عمه شيركو يدفعه دفعا وهو متردد مترددا ليس بسبب ليس خذلانا أو لا حسبة أو تقييما صحيح لكن لولا أن الله أراد يعني أعد له دربا معينا سلكه لما أصبح ذلك الرمز التاريخي في موضوع الشيخ حمد ياسين في فلسطين يعني في يوم الأيام احنا كنا سألنا الأستاذ حسن الترابي الله يرحمه لماذا تميز الشيخ حمد ياسين في فلسطين مع أنه يعني ليس فيه من نقول من الصفات التي تميزه سواء كان الجسمانية وحتى الألمية يعني الشيخ حمد ياسين على فضله ليس رجلا عالم أنه أستاذ لغة عربية لكن هذه الرمزية الهائلة التي حاز عليها الشيخ حمد ياسين في فلسطين بالرغم من إعاقته هو ثبات الثلاثة هذه الشيخ تجرد ثبات على المبدأ نعم وضوح في المنهج والخطة صحيح ولذلك والظرف التاريخي ساعد أنه في مكان يرمز في موضوع عفو موضوع فلسطين وبالتالي وجدنا هذه الرمزية الهائلة بدل نجأ من كل الأمراض هذه لا عنده ما عنده نرجسية رحمه الله ولا عنده فتح عضلات على الضعفاء ولا عنده ما قد حريتها يعني ضد أكبر قوة طاغية في زمان إسرائيل وإمريكا ولا عنده استاذية من أمراض كذلك من العكس الرجل متفاضع رحمه الله ما عنده شعر مستاذية في رموز قاعد على الكرسي ويصنف الناس في واحد في الكويت ما نسميه الآن انتشر ذكره انتشر ذكره الآن قاعد يرفع بادي الناس من أبو حنيفة إلى سعد الفقي كل واحد حطه في مركز حسب التقويم العقدي والتقويم الفقي فالشعر مصنف هذا والله صحيح وليس واحدا يعني ناس كثير يعني أحد النشاطاء الحمد لله الآن وضعه أحسن كان في بريطانيا يعرفها الشيخ كان يصدر مجلة هنا فيها فصل خاص كل شهر أو كل أسبوع عن شخصية يقيمها يقيم هذه الشخصية هذا الشعور بالستاذية هذا من أمراض تتعارض مع التواضع وهذا موجود يا دكتور سعد موجود الآن للأسف السوق هذا اليوتيوب أنه كل واحد يحكم من برج عاجي على الناس وهذه الشخصيات الموجودة اللي هو يحكم على أشخاص وعلى حركات وعلى مؤسسات وعلى علماء وعلى مناهج يحكم هو قائد على أريكته الأخ طيب يا أخي تواضع قليلا تواضع قليلا ليس معنى ذلك أن لا تذكر الأخطاء الناس أو أنه لا نقيم لكن مش أنك تكون أنت متخصص فقط في كيف كل ما واحد كأنك ربنا سبحانه وتعالى حاطق أنت فوق وكل ما واحد عطس بتروح بتطصه وممنوع تطصه مثل ما قلت ما يتعرض هذه ليس طريقة مثل ما قلت ما يتعرض مع الحكم على الأفكار الأفكار لا بأس ما فيه تحتوي الأفكار بدون ما تسمي الناس أو منهج رسول الله ما باله قوم فيه قصة لعمر من الخطاب رضي الله عنه لما سعد ابن أبي وقاص بعد القادسية ودخلوا المدائن وكانت لديهم غنائم هائلة وزع منها على الجيش ثم الباقي أرسله لعمر فجاءت كنوز هائلة أرسل معه وفد وأصغر أعضاء الوفد شاب من بني تميم اسمه الأحنف بن قيس فتكلم الكبار وهو ساكت كان رجل حليم وصموت وأيضا كان شكلا ما كان يلفت النظر يعني في فقال عمر لما لا تتكلم فقال يعني سبقني الكبار قال تكلم فلما تكلم أخذ الجميع واخذ الجو كاملا فأعجب به عمر فقال الوفد عود إلى سعد أما هذا يبقى وابقاه سنة فقال له الأحنف بعد سنة شوفوا حتى الحلم والعناء الموجودة عنده يا أمير المؤمنين يعني قال لقد رأيت لك لسانا ومنطقا وأردت أن أختبر ما وراء ذلك فإنما أخشى على هذه الأمة من كل منافق عليم اللسان يا سلام من كل منافق عليم اللسان يعني يكون عنده قدرة على الحديث وعلى الإقناع وعلى الجدل وعلى ما أشبه ذلك فيغوي بعده عدد من الناس كبير قال وما رأيته إلا خير وأحسب وأنك على خير ثم أذن له بالعودة وكان فعلا من خيار الصحابة ومن سادة التابعين يعني هو أبقاه ليس إعجابا به بقدر ما أنه أراد أن يختبره أراد أن يختبره لأنه واضح أنه مؤهل ليكون رمزا متبعا ومقتدا به لما لديه من إمكانيات وقدرات كان يبقى كبار قريش عنده لأن يعلم أنهم شخصياتهم قيادية هائلة أثرة لا لا واختبار الرمز برضو مهم جدا يعني هو الرمز هو مجرد كما جاء في القصة هنا هو مجرد بالله حديث لأنه يتقن الكلام يتقن الخطابة ولا كما قال أحد قادة الأعراب سلام بن وفل بقول إحنا لا نسود إلا من فرشنا محلة أو ومنحنا عرضه يعني المقصود منح أنه لو حكوا عليه والآخره أو ملكنا ماله المقصود هنا أنه أنت في عالم الاختبار تكون موجود يعني واحد واحد افرض أنه في حي أو في عائلة ومرمزينه عائلته أصبح رمز لهم طبعا مش لازم يكون تمتحن مش بس بالكلام من خلال وقوفك مع عائلتك وقوفك مع أهلك تكون أنت تضحي بمالك من أجلهم لا تتكسب من هذه الرمزية ومن هذا المصر صحية بس هو الحقيقة كثير من الرموز ثم على مستوى الأمة مستوى العالم كثير من الرموز الذين يغشون الناس إنما يفعلون ذلك بحلاوة اللسان إلى اللسان مهم لسان خطير جدا يعني في ناس لا نرى منهم لا نسمع منهم إلا لسانهم صحيح وهذا هو الخطورة في هذا الميدان يعني الإنسان لا يختبر ولا يعرف قدره بمقدار ما يتكلم به فقد يتكلم الإنسان بالكلام الجيد ولهذا كما قال جاف العذار قال وقد تلقى الحكمة على لساني منافق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر موسيقى